بالتالي عايزة أتكلم عن محمد صلاح وللأسف الموضوع لسه متواصل فيه يعني ردود فعل مختلفة من صحف العالمية كلها وبتحديد عايزة أتكلم عن صحفة في إنجلترا والتي تناولت موضوع محمد صلاح وأنه هو شال اسمه أو أنه هو بيعف منتخل مصري يعني من على الصفحة الشخصية بتاعته على تويتر والأصدق كلها موجودة وأكيد حضر لكم متابعين هنا إن بارح اتكلمنا في الجزئية دي وقلنا أن محمد صلاح حقه طبعا أنه هو يزعل وقلنا متفقين على كل هذه الجزئية وبالمناسبة كلنا بندعم وبنساند وبنحب جدا جدا محمد صلاح لكن في كل الأحوال هو تصرع في رد الفعل لأن أيا كان إيه اللي حصل أيا كان إيه هو وحقك أن أنت تزعل بكل حاجة لكن ما ننفعش أن نحن نشيل الصفة بتاعتنا أو التعريف بتاعنا أن نحن منتمين لمصر أو منلعب في منتخل مصر مش عايزة أكبر الموضوع قوي في الحقيقة الموضوع بسيط في لعبة كتير جدا موقت مبارح مش حاطين أصلا هما بلعبوا في نادي إيه ولا في منتخل أيه الكلام ده خالص مش شرط إطلاقا يعني لكن في كل الأحوال هو التوقيت كان غلط من محمد صلاح مع الاعتراف تاني وتارت عشان ناس بيتفسر كلامنا غلط تاني وتالت وعاشر إحنا بحب محمد صلاح يجيب دنه وبندعم محمد صلاح وعنده حق يزعل أوي 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 لكن في كل الأحوال هي دي بس الحاجة اللي تؤخذ على محمد صلاح وأعتقد أنه هو تصرع ودليل على كده أن أعترافه أنه هو تصرع في الجزئية دي أنه هو نزلت كتير اتكلمت على إن كده محمد صلاح بيعتزل اللعب دوليا وبرضو إحنا تناولنا في قصة دي باراح لكن النهاردة ردود الأفعال كانت أكبر شوائية من الصحافة الإنجليزية ميرور وديليل وكلهم بيتكلموا على الموضوع ده وإن الأصداء في مصر إن الناس متوقع أن محمد صلاح مش هلعب تاني مع منتخب مصر ففي سبب يمنع محمد صلاح مش هلعب مع منتخب مصر حتى لو اللي حصل في موضوع التصويت ده ففي كل أحوال محمد صلاح يبقى متواجد في منتخب مصر هو عايز كده هو حابب كده موضوع مفوش نقاش النقاش حصل ليه بسبب اللي حصل في الأزمة يعني بالتحديد لكن أنا عايز أتكلم من منظور تاني وجزئية تانية هل في خطأ إداري عندنا في اتحاد المصر الكرس القدم كالعادة أو في خطأ إداري كالعادة المسؤول عن عدم اعتماد أصوات المدرب من كابتن منتخب مصر لازم يتحسب لازم يبقى فيه تحقيق عارفين إن انتحاد الكرى أهل أنه يبقى فيه تحقيق بس تحقيق المرة دي بقى إيه بجد مش تحقيق كده عنوان في الصحف يعني لا لازم نحقق نشوف المتسبب في الأزمة دي إيه اللي ما خلاش الأصوات بتاعة المصرين تعتمد هناك إيه هنيفضل لحد إمتى مجردين من الاحترافية في مصر في الإدارة وفي كل حاجة وأنا بتكلم هنا بالتحديد على إيه على التحديد المصري لكرة القدم سواء بقى اللي كانوا قبل كده موجودين أو اللي قابليهم أو اللي كانوا موجودين بشكل مؤقت كلام من ده لو أنت مش عارف اللوايح الخاصة بالفيفا وإزاي يتم الاعتماد من قبل الفيفا الشروط اللي أنت لازم تنفذها عشان يعتمد أصواتك أو كلام من ده يبقى أحسن لك يمشي لما تكون المشكلة أن ما فيش توقيع من محمدي وما فيش توقيع من الكابتن أو مستر أجيري على ما يقال والبعض يقول لك كابتن شوقي غريب التصرحات كلها متضربة ما فيش توقيع على الاختيارات منهم يقول لك أصل محمدي سفر أصل أجيري كان خلاص مشي أصل شوقي غريب مش عارف كان فيه إيه ده اسمه هزار بصراحة وحنفضل زي ما احنا كده مش هتقدم أبدا طول ما احنا ماشيين بالأسلوب ده اللي هو إيه خلاص أي حد يمضي يلا مش مشكلة أي حد يمضي والفيفا عادي هتعتمد لأ حنفضل زي ما احنا كده طبعا فيش احترافية ما فيش إدارة صحيحة للأمور مش مدرك أو ملم بكل اللوايح الخاصة بالتواصل مع الفيفا فهو الشيء يحزن وحق محمد صلاح يزعل طبعا طبعا بخلاف بقى اللي حصل لكن هي دي الجزئية اللي لازم ان احنا ناخد بالنا منها بعد كده الشخص الإداري الموجود في تحدي الكرق يتحاسب ولو في منه رجا يكمل ما فيش منه رجا نجيب واحد غيره يكون عايز يشتغل عايز يبقى مطلع بالمناسبة فيما يتعلق بجازة زابستو اللي اعتقد ان هي فقدت مصداقياتها بشكل كبير جدا طبعا ميسي احسن لا في العالم خلاص الموضوع حسن وحنشتكلم هنا عشان بس ان محمد صلاح يكون نتمنى لأ كان صعب محمد صلاح يخدها السنة دي واحنا عارفين كده لكن في كل احوال ترتيبه كان ممكن يتحسن لكن النهاردة اللي لفت نظري موقع القناة العربية خد التصريح عن مدرب السودان واللي بيفجر مفجأة بيقول ان الفيفا حول صوتي لصلاح الى ميسي زدرافكو لوجارو جيتش قال اللي هو مدير الفني المنتخب السودان قال يا جماعة انا اصلا اديت صوتي لمحمد صلاح وفي المرتبة الاولى والديت صوتي في المرتبة التانية وفي المرتبة التالتة لا جاب ساديو ماني في المرتبة التانية وكاليا مبابي في المرتبة التالتة المهم انها كان مخترع محمد صلاح في المرتبة الاولى لكن في فيفا نشرت ان الراجل اختار ليونيل ميسي وفيرجل فان دايك وساديو ماني طب مين اللي تلعب هذه الاصوات وبالمناسبة بالمناسبة الموضوع مش متعلق بالمدير الفني المنتخب السودان بس لا ده في كل سنة بيحصل الكلام ده تلاقي اصوات اتلعب فيها اتعدلت ليه؟ ايا كان عشان بيبقى فيه امور تسوقية وشركات راعية وكلام من ده فبيبقوا عايزين يدوا الجايزة لحد معين لو تفتكروا في 2006 كاس العلم للاندية النادي الاهلي كان عامل بطولة كبيرة وكان عامل ماداليا برونزية وكلام من ده وبعد كده اتقال ان بوتريكا هو اللي حيخد احسن لعيف البطولة وقبل ما يتم الاعلان تم اختيار رونالدينيو من قبل الشركة الرعية فبالتالي رونالدينيو هو اللي خد احسن لعيب في البطولة فبالتالي الجزئية في الحقيقة بالنسبة للانجازة دي فقدت مصدقيتها بشكل كبير جدا لكن في كل الاحوالي احنا بنحاول ان احنا نعرض لحضركوا كل هذه الامور والحكم في الاخر بيبقى للمشاهد دايما لكن امور كان لازم احنا نتكلم فيها في الوديو دايما